في مهن كتير كانت وما زالت حكرة على الرجال يعني مهن ما نقدرش نتخيلها بدون الرجل يعني بيتحمل أعبائها ومسؤوليتها لكن ضفتي النهاردة في واحد من الناس قررت أنها تكسر القاعدة وتخرج عن القواعد والتقاليد المتعرف عليها لتصبح مأزونة في مدينتها الحقيقة أن مجرد تفكرها أنها يكون مأزونة وتنجح في مهمتها بيخليها نموذج رائع لمرأة مختلفة حد التقاليد وأثبتت جدارتها معي في الاستوديو الأستاذة إيناس أول مأزونة في مدينة شبين الكوم عشان تكشف لنا أسرار وكواليس المهنة وكمان معنا اثنين من الأرسان اللي تجوزوا على قدية الأستاذ خالد عادل وعروسته أميرة مونير أهلا بحضرتك 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 أنا بحب في الحاجات المختلفة مش بحب أبقى تقليدية عمري الحمد لله فالحمد لله كلمت أهلي الأول أشوفوا ما يوافقوا على الموضوع ولا لأ فالحمد لله رحبوا والدي الله يرحموا فرح جدا وقال لنا معاك وكان مطلوب يومها أن فيه من البلد طلب ترشيح أن رجال البلد يرشحوني والحمد لله الفكرة عجبتهم قوي ورحوا رشحوني في مركز شبين الكوم عملت طلب ترشيح ورحوا رشحوني فيه وكملت الطلبات لا بيش حد خلص يعترض يعني على قرارك ده الاعتراض لما أنا تعينت يعني كانوش متقبلين فكرة الزي مين هم بقى؟ الناس بالبلد يعني الناس؟ الرجالة طبعا نمشي ستات الستات الحمد لله بيبقوا فرحانين دي الرجالة في الشغل بقى وانا في الشغل الرجالة بتحاول تبين أن أنا مش هقدر أخلص الشغل زي الراجل بس الحمد لله بقدر أثبت لهم أن أنا هقدر هل كان فيه اختبارات قدرات قبل ما يتم تأهلك عمل مأزونة؟ لا قدرات لا هو كان مطلوب طلبات وأهم حاجة يكون فيه درجة علمية يعني مش مجرد أن أنا مقدر لصنص حقوق بس ايه الصفات الشخصية والسمات الشخصية التي يجب أن تغفر في المأزونة؟ أول حاجة السكة في النفس أن أنا أبقى واسقة بنفسي أن أنا هعرف أقدي شغلي زي الرجل بالزبط وأن أنا أقدر أدير الأعداء اللي فيها كلها رجالة يعني أن أنا أعرف أمشي الأعداء اللي أنا أقعد فيها وأنا الستة الوحيدة اللي فيها مثلا غير العروسة فالحمد لله بقدر أديرها يعني يعني فيه فرق ما بين عقد قران بيعقده مأزون شرعي وعقد قران بتعقده مأزونة شرعية؟ لا ما فيه فرق هو فيه فرق بس بالناحية أن الحمد لله بد السكة للعروسة يعني إيه البصمة اللي أنت بتعمليها بقى عشان تدي السكة للعروسة؟ يعني العروسة تقول بس أنا لا أختلنا العروسة عملت معك إيه؟ دكتوري ناس ما شاء الله يعني هي بشوشة جداً الحمد لله يعني كانت بشوشة وكانت بتتحكم معي كذا سبب يعني هو الأول حاجة أن المأزونة بتبقى البيت بيبقى أغلبه ستات وبيبقى أغلبه أن هي مناسبة أصلاً موجود فيها ستات وموجود فيها الرجال تواجد الستات بعد كتب الكتاب بيبقى كتير برضو فهي بعد يعني إذناء كتب الكتاب لازم المأزونة تبقى موجودة الموضوع ده بيسهل بيخف على العروسة بيخف على أهل العروسة وبنبقى أخدام براحتنا شوية خلاف مأزون موجود يعني المأزون موجود خلينا أقول إن الرجالة بيبقى تنشن شوية في الوقت كتاب بقى أعزين موضوع رسمي قوي 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 فإما بالنسبة لنا مع دكتورة إيناس يعني مع أخواتي حتى كنا مقررين إن هي تيجي يعني مع أخواتي مع أخواتي الكبار إيه بقى شجعتك إزاي بقى دكتورة إيناس؟ كم بتقول لي ونزي وكم دي وصومي لا دكتورة إيناس ما شاء الله يعني كانت بتتحك كتير بشوشها جدا كانت بتطميني في القاعدة مش اللي هي متانشنة لا بالعكس كانت بتتحك خالص أما كنت حتى بتردت في الكتابة أو كده كانت تتحك وتهزر وتقول كتيبي والكلام دوت فيعني كان موضوع خالص أشوف حترجع في كلامك كانت خلي بالك بزي شكعتها يعني مأزونة خلاص غير إن هي مجاوزة أختي برضو ومجاوزة أختي خالص آه ده أنت أختي العيلة كلها ما شاء الله فكان الموضوع معروف يعني لا ده ده يزبط لحضرتك إن هم طب شبيني لكم كان موقفهم إيه بقى من المأزونة حضرتك آه أنا كنت أول واحدة كان أنا معي حضرتك مثلا أربعة واربعين مأزونة في نفس المحكمة أنا أول بنت طبعا كان برضو زي ما بقول لحضرك فيه ناس كانت مؤيدة وناس معارضة بس الحمد لله دلوقتي ما شاء الله يعني فيه كمعاخد لحركة أخطيج زواج لا كتير يا دكتور من سنة 2016 عمري ما أقدر أقولهم لحضرتك وكتير طب فيه كمعاخد طلاق طلاق أنا ممكن يعني نقول في حدود مثلاً تسعين مية أوه يعني جواز أكتر من طلاق آه طبعا 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 طبعا